السلام عليكم تحياتي كالعادي محدثكم يحب ويضاني طبعا مثل ما بتعفو توقف دولي هذه حلقة يوتيوب حبيت تحكي فيي عن نقطتين الإصابات تبعوت برشلونة وتحديدا إصابة أراوخو وشو تأثيره حبيت تحكي بحكي منه مشجع المنتخب فرنسا مشكلة المنتخب الفرنسا حلقة ممكن تكون سريعة ممكن ما تعدي خمس دقائق لانه الأفكار سريعة والأفكار ارتجالية يعني ما أنا محضر أي شيء لأني احكي بالموضوع قبل ما أبدأ بدعيك أنك تتابعني على السوشيال ميديا تبعيته والمايك إذا شفتوا أعلي يعني وقف لحال وبل معنا أنا مازم به العطل بالمايك الروابط سأتركها تحت تقريبا كله كرد قدم بسناب شات ممكن نحكي شغلاتك بالحياة شيء تريند طالع نحكي بأمره لا حول الله نحكي بأي شيء يعني بسناب شات إذا بتحب تتابعنا عكي فقط إذا بتتابعني سناب شرط بالفضيع اللي ما بتتابعني سنرى بالإضافة تعملي لها إكشراك في عزة جرس خين بلش لا حول الله مرحبا مجددا لو حكينا أول شيء إصابات برشلونة متحديدا إصابة أراوخو السيناريو اللي عم يصير مع أراوخو تكرر بحالتين مع برشلونة أوم تيتي في عام 2018 قبل المنديال وأيضا أنسو فاتي بسبب أن الأطباء اللولون عملوا عمليه العملي أفضل من العلاجات الطبيعية وإلى آخره هو الراحة ولكن اللعبي عارضوا أوم تيتي لأنه كان فيه كأس عالم روسي 2018 وأنسو فاتي خاف من العملية لأنه من إصابة لإصابة لإصابة والأثنين ما تسمعنا عنهم شيء سامويل أوم تيتي مين يسكن من برشلونة حتى أنا مشجع من تخب فرنسا مين يسكن من تخب فرنسا مين يسكن من تخب فرنسا حتى اللي هدف عبل جيكا في نصف نهاية كأس العالم جزاه الله خير بس حاليا وينه أنا بنادي الكرامي ما بلعبه في عندنا فاران في عندنا كوندي في عندنا كينبين بي أوباميكانو والأسماء تطول في متخب فرنسا في خط الدفاع وعلى ما يبدو السينارو أراوخو حينعاد وهذا الخوف بصراحة وتحديدا أنه فيه كأس عالمه وقطر وأجواء واللاعب الصغير فإلاك أنا لازم أقول الكأس العالم أحضر هاي الأجواء بالمناسبة أنا آسف جدا شايف أنه محطين إيدي أنا هون لأنه أنا حاطة لناي بتوعيف يعني في عندنا سؤال أنه أراوخو أنت مخك وين لاعب عمرك 23 سنة المستقبل قدامك الحياة لسا قدامك لسا ممكن تشارك بثنين وثلاثة كأس عالم لو اعتنيت بحالك شو المانع ما بيخليك تعمل عملية مانعك أنت لاعب منتخب سوريا يعني ما احترامي لو منتخبنا أنه أنت وصلت لكأس العالم بالعمر بجوز ما توصل لمرة يعني أنت لاعب منتخب محترم من يورو غواي في اسماء محترم يجي المحترم هاي السنة وصلت والسنة الجاي ستوصل الخدمين والسنة البعدة ستوصل لكأس العالم يعني ستعيش هاي الأجواء فما في دعي لهي المجازفي تحديدا أن منتخبك مانو مرشح أنه يمشي كتير بعيد بكأس العالم بعكس أمتيتي وعتفك الموضوع منتخب فرنسا كان وصل نهاية يورو 2016 خصوة قدام البرتغال بهجمي وفرصة واحدة على رغم أنه منتخب فرنسا كان أفضل وطريق فرنسا لنهاية اليورو كان أقوى وواجه ألمانيا وواجه منتخبات عديدي وكان مرشح أنه ياخد كأس العالم فألك ممكن أنا جازف وراهن لأمشي بعيدة بكأس العالم مع المنتخب وحقق كأس العالم ورجل بنهاية المطاف أمتيتي حقق كأس العالم يعني وقت حيعتزل أمتيتي وحيعتزل هاي الشلي اللي كانت معه أنا حققت كأس العالم يعني أنا عندي كأس العالم وقت كان عمرت 16 سنة وكنت أنا إلي دور أساسي فيه أوكي ما عملت عملية تحملت الإصابي لعبت وصبت وبعدين تدهورت أحوالي ودهور مستقبل مع البارسا وحطيت بنادة إيطالة ما بعرف شو اسمه بصراحة بس عادي جدا الرجل راهن على شي يستحق المرهنة أو الله حنقول يستحق راهن على شي مبين شي واضح شي شايف وهو أنه حيمشي بمكان حلو بكأس العالم يعني راخو لو شايف منتخبك أنت يمكن يوصل مربع عذابة بكأس العالم جازف بس كلياتنا نعرف أنا وأنت وأمي اللي ما بتعفوت بوبت ما ها خرجوني يا أمي يوصلون عندهم نونيز منفوخ بليفربول وعندهم سواريز ختيار كافاني ما عم يستدعوه في عندهم فالفيردي وعندهم أراوخة يا أمي المئبدين ولاعبين ما بيسووا شي هاي من ناحية إصابة أراوخة أما الإصابات الكثيرة هي إصابة كوندي إصابة كوندي بالمناسبة كوندي عمل عملية مع أشبيليا في اللركبة تبعيته يعني كان مصاب مشكلته أربع أسابيح حتن حال ما حيشارك بالكلاسيكو بس هادشي ما في مخاوف كتير كبير على كوندي وعلى مستقبل كوندي مع البرصة أو حتى على كأس العالم رسالة إليك أراوخة فكر تخذ القرار تتهور وتعمل لي فيها أبو الشاب باب الحارة والشام شامنا والزمان ضامنا والأرقواي أرقواينا يعني إهدا إهدا معلش أنا فهمانك منتخب بلدك حقك على عين وراسك بس في مصلحتك وفي لسه عندك أنت المستقبل أمامك في معامك 33 سنة أخرج حوله أنت معامك 33 سنة أخرج حوله هاده هو آخر مونديال لإله استحقنا نجازك فيه يا أخي لسه المستقبل أمامك إهدا مره موضوع منتخب فرنسا بيحكم إنه مشجع منتخب فرنسا يا أخي منتخب فرنسا غريب لو جيت وطلعت من حيث الأسماء واو واو من حارس المرمى لوريس أو أريولا لخط الدفاع للوسط للمقدمي أسماء أين أنا؟ أنا يعني هلأ إذا بقول أسماء البناية بتنهد فوقي من قوة الأسماء بس عنده المدرب أحمار يا أخي تكون منصفين لشان بفترة من الفترات يورو الماضي وكأس العام الماضي كان مهم جدا لأنه اللاعبين كانوا خانون ما في الخبرة كان لعبين شباب بدهم دكتيك معين ليلعبوا فيه نجح وصل معهم نهاية يورو كأس العالم برابوا عليك للياتنا علينا وراسك بس حاليا اللاعبين تطوروا عقنية اللاعبين تغيري أمبابي أصبح أكثر أنانية بصراحة لو حكيت شو بموضوع أمبابي بحسوا هذا الولد نظلم والله العظيم بحسوا أسيو علي وقت لقلوله أبقى بباريس لا نفت لسامة أمبابي ولا لعب أمبابي بتحسس قبل كان يلعب لي أثبت للعالم أنه أنا موجود أنا أستحق أن يروح ألعب بريال مدريد كان الشغف عنده غير كان اللاعب هايج بالملعب دبابي لا تتوقف أوكي مباري خلق فراص وضيع فراص ولكن مو هاد أمبابي كلياتنا اللي بيعفوه أمبابي بيعفو أنه أبداً مو هاد أمبابي اللي كان بده يريال مدريد لعب انصدم أو أحبط أو إجتوا طاقة سلبية أنه أنا بقيت بباريس وما رحت لمدريد وهو كلياتنا نعرف ما أنا مبسوط بباريس ما هاد أمبابي اللي منعرفه؟ أتوقع في شي خطير جداً على أمبابي إذا ما غادر بباريس سان جرمان أتكلمكم شجع منتخب فرنسي أمبابي ما كان هيك أمبابي كان بروحه بيلعب كان بروحه بيلعب العالم كله لحاله كان بيخرب الدنيا أوكي ما زالت السرعة موجودة بس ما في هات الشغف ما في الجماعي هاي موضوع أمبابي بصراحة يعني يعني إذا نكون معكم منصفين أنا ما عم قيم هلأ منتخب ككامل عم قيم مبابي ما في عنده شي بدي يقدمه قبل يعني حتى بدور 16 مع الريال مدريد في البرنابيل وسجل هدف وغاد الحافز تبعوا شوفوني أنا مبابي أنا موجود أنا أستحق أن يكون أفضل لاعب بالعالم أنا أستحق أن ألعب بأفضل نادي في العالم هو ريال مدريد هدين انصدى؟ ظلموا الفرنسيين ظلموا رئيس فرنسا قالت اللي دقلوا قالوا أنت مهم جداً للبلد ما بعرف كيف مهم للبلد؟ ما بعرف أنا ما أبدأ أدخل بهذا الموضوع بس مشكلة مبابي مشكلة كبيرة بصراحة أتمنى حلها لأن أنا أحب مبابي أنا شخصياً محب لأمبابي نرجع للموضوع منطقة فرنسا تلعب تشكيلة ثلاثة أربعة ثلاثة يعني على فكرة مين دي هو بريال مدريد عنا مشكلتنا معاه أو نحن الجمهور ريال مدريد بيعود بحشكله لأنه هجومياً سيئ هجومياً سيئ كل العالم تعرف هو دفاعياً ممتاز خارق للعادي الأحصائيات بريال مدريد تقول آخر 72 مباراة بالدور يخسرنا مبارتين وقت كم مين دي بس مبارتين وقت كم مين دي 70 مباراة تعادوا الأوفوز أحصائيات خرافية كيف نعفو دفاعياً الولاد طوب عنده مهارة هجومياً سيئ جداً فأنت بتجي بتلعب ثلاثة أربعة ثلاثة تحط مين دي حتى بتحط بفارد يا أخي حتى بفارد ما عمل شي بعدين بتحط معاهم لاعبين هن ذاتاً ما عندهم الحلول الهجومية يعني ما بلعبوا تحت المهاجم أو يالي هن تشوامينو كفامينغا كفامينغا مبارس اضمني قلت هاد أبداً ما كفامينغا ريال مدريد بصراحة والله العظيم بمتاز صراحة ما بيشبه كفامينغا ريال مدريد لاعب بيستلم و بيسلم وبواقف بيستلم و بيسلم بواقف تعرف ما ذكرني؟ ذكرنا بأياما كان أرثور و راكيتيتش و بوسكسيني وساط برشلونة هيك يعني بس يا الله أخطى بي يا الله أعطي ميسي أخطى بي وصل لكوتينيو أخطى بي بس بس بدون أي حركة نهائياً 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 أخطاء بالتمرد لا تعد ولا تحصى ريال مدريد اللاعب كثير بيطلب الطابع بيرقد بالمساحة وبيصنع الفارق دائماً بالريال مدريد هي مشكلة بديشام بيتوظيفه لللاعبين وبا ميكانو بعد المباراة الخارق اللي قدم قدام برشلونة و قدام ليفان ديفويسك واحد من أفضل مهاجمين في العالم في الوقت الحالي يقدم مباراة سيئة جداً في التمركز و في التمرير و حتى في التواجد مباراة خط الوسط ما في خط وسط ذاتاً بتحس منتخد فرنسا والله العظيم ما في خط وسط مباراة بتحس رسمياً ما في خط وسط منتخد فرنسا حتى خط الهجوم جيرو كيف المضيع هيك عشر ليرات هيك بالأرض وهنا بس عمير قوت بس عمير قوت أطوان غريزمان هو الواحد يلي بيحسبه تحركاته الإيجابية بس كبام ما كان أطوان غريزمان اللي منعرفه مباباة تنالكن على الأنانية تبعيته هدين في مشكلة الكرة الثابتي مباراة كالطابي ثابتي كالركنية تكون خطيرة للدينمارك الهدف الثاني اجا عن طريق ركنية يعني لماذا نحن هنا أحس انت مركز هناك مشكلة كبيرة أنا عارف انه هو مندخب فرنسا عرفها لانه طلع من البطولي فبعث مع عودة كريم منزيما أو عودة كانتي ممكن يعملك توازن بالتشكيلي قلت كتير وبرجع بأولى أكبر خطر أكبر خطر يهدد مندخب فرنسا بالمونديال هو دي شامب من حيث الأسماء من حيث جودة اللاعبين كلنا نعرف من هن اللاعبين كلنا نعرف وباميكانو نعرف من هو وباميكانو وبابين نعرف إمكانياته وإمكانيات جيرو مع اسيميلاء إمكانيات الكل إمكانيات الكل بدون أي ذكر اسمها تخيلوا مبارح ما في غير شوامين اللاعب اللاعب الارتكاس كل اللاعب يستلم وسلم والباقي كله بس عم يضيئ لهون تنتهي الحلقة برجع بقلك تابعنا على السوشي ميديا تابعيتها بيشو شغلات فيها أكتر لا تنسى تعملي اللايك اشتراك في حزر الجرس سلام